الجماعة الإسلامية الأحمدية أو موقف الإمام المهدي والمسيح الموعود من الحديث النبوي الشريف وبين أمير المؤمنين أن كتب الأحاديث حتى أصح هذه الكتب وهو البخاري يحتوي على شيء من الأحاديث التي لا يمكن أن يقبلها الإنسان المؤمن العاقل بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تتعارض مع مبادئ الإسلام والمعروف من أخلاق النبي وأخلاق الأنبياء والمعروف بالفطرة عن الإسلام وضرب مثالاً لذلك الحديث المروي في صحيح البخاري وأيضاً في الترمذي من أن سيدنا إبراهيم كذب ثلاث كذبات وبين أمير المؤمنين أن هذا الحديث بهذا المفهوم لا يمكن أبداً أن يكون صادراً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن أبداً أن يقال عن سيدنا إبراهيم وهو النبي المسمى بالصديق صديقاً نبياً في القرآن الكريم معنى ذلك أن ما يسمى بالحديث الصحيح ليس من الضروري أن يكون حديثاً صحيحاً وما يسمى بالحديث غير الصحيح ليس بالضرورة أن يكون غير صحيح وإنما هناك معيار لذلك كيف يمكن معرفة الحديث الصحيح الحديث الصحيح أي الذي يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليس الصحيح من النحية الفنية أو النحية التكنولوجية مثل ما وضعه الإمام البخاري من شروط معينة يجب أن تتوفر في الحديث وعندئذ يقبله كحديث صحيح هذا من وجهة نظره هو يكون صحيحاً بحسب معاييره أما إذا كان هذا الحديث يتعارض مع ما هو معروف من القرآن وما هو معروف من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث في هذه الحالة لا يعتبر صحيحاً أي لا يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذن لا بد أن ينظر في كل حديث سواء كان هذا الحديث في البخاري أو في غيره من الكتب ومهما كانت درجة صحته هل هو معتبر من الأحاديث الصحيحة أو من الأحاديث الضعيفة أو غير ذلك يجب أن ينظر إليها فإذا تبين أن الحديث يتفق مع كتاب الله ومع سائر الأحاديث وما هو معروف من سيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فما المانع من أن يقبل لأنه لن يضرنا في أي شيء أما مهما كانت صفته وتعارض ولم نجد طريقة لتفهمه وتوافقه مع كل هذا فلابد أن ندع هذا الحديث جانبا ولسنا مضطرين للعمل به لا أمني رائت absolutely right حضور mentioned yesterday that there is more to be said about this what I wanted to say was simply this that حضر مصيحم has clearly laid down principles which will never fail they are the right judge. فهي حدث بحقه محقمات كان لذلك المحقمات قلن نهاية محقمات فهي محقمات على موتشابهات قلن يكون موتشابهات هذا المحقمات محقمات المتكولة قلن نهاتف we have to mold it according to more maath as long as under its sway is acceptable as long as contrary is rejectable so if this happens to the quran itself if the holy quran itself advises us to follow Moqamat essentially and to understand mutha shabbat in accordance and if you do not do that ثم فتنسي ماذا يريد أن يكون من رجال الهولي قران فهولة الإطلاق لديها خطير من سيساة يجب ان تتعالى المتشابهات ومجد أن يكون هذا الهولي قران العدية يجب أن تكون لكم تتعالى آخر مرحباً للمساة حقاً الذي يحصل إلى هذا المقاطع بشكل مقاطع المظل That the character of Muhammad SAW is a living example like the sun. The light of the sun is never put to doubt, it is clear, and is recognizable. The character of Muhammad SAW as depicted in the Holy Quran is so clear that anything contradicted to that character سيكون مظهر في فضلك سيكون معهدد مظهر في صحيح سيكون مظهر في صحيح ثrd حضر لسيوم عزيز التعالي سالسلال سلام بأنه يمكن أن يكون من المعرض في صحيح المصول أسلام من أحدث مظهر في صحيح سحيح سوى ممتاز فستخدم فهم مظهر في صحيح مظهر في صحيح definitely that some ahadiths belong to the category of sahib or contrary to some other ahadith so we can't accept that Muhammad had a split personality and he was divided in the middle regarding this and that it's impossible something which simply cannot be entertained so that means either our understanding of that hadiths is wrong or something else has happened somebody else has concocted that hadiths so first of all has made great stress on trying to compromise apparently apparently contradictory hadiths to the verses which are very clear but you're not if you go deeper and understand the meaning then the thing will become very clear no problem will be left again the same should be done with regard to hadiths if one hadith seems to be contradictory to the other is resolved by deeper understanding of the text of the hadiths then it should not be rejected because it's a word of wisdom but when there's no way out you can't do anything then that hadiths has to be rejected as something which simply either was concocted by others or misunderstood by the reporters now remember this thing this is a very important aspect these hadiths after all were collected after a hundred years or so and then on they were reported they were reported through the word of mouth to the children or others reported further on and generation after generation they were reported we know we know that in the living history of our memory many a thing which was reported twenty years ago become confused and when you reach the other end of that version people start reporting from Germany this is what you said or somebody said and from England some people stand up no no this is not what you said this is what you said and another place some other reporter stands up so this is the worth of the entire human memory that is why the Quran was committed to writing and memory was not entirely trusted so you must give margin of human error so hadiths would anyway stand second to the Quran never it will never be made judge of the Quran it will never be made judge of the Quran the Quran will always remain the judge of Aziz this is the final verdict of Hr. M. M. S. Thank you so much I would like to say to my friends this is the subject that I'm not only it's not only it's not it's only it's only it's only it's only he said that I'm it's not it's not it's very clear that I'm not that's not it's 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 not او من الناحية التكنولوجية وانما الحديث الصحيح اي الذي يجب ان ينسب للنبي وليس هناك اي مانع من ان يكون هذا صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضرته الموضوع الاول القرآن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو ليبين القرآن فالقرآن يحتوي بنص القرآن على ايات محكمات وآيات متشابهات والقرآن يأمرنا بان المؤمنين يتبعون المحكمات فالآيات المحكمة هي الواضحة التي ليس فيها اي تعارض في الفهم هذه هي التي تحكم على الآيات المتشابهة فكيف نفهم الآية المتشابهة نفهمها على ضوء الآية المحكمة او الآيات المحكمات ونع القرآن على اولئك الذين في قلوبهم مرض انهم فيما يتعلق بالآيات المتشابهات يحاولون ان يفهمونها على ضوء الآيات المتشابهات الاخرى او على ضوء تفكيرهم الشخصي القرآن يقول لا الآيات المتشابهات ترى على ضوء الآيات المحكمات لانه قال هن أم الكتاب الآيات المحكمات هي الام التي يرجع اليها الاطفال ويرجع اليها الاصل فالرجوع يكون الى الآيات المحكمة فكل فهم لآية محكمة لآية متشابهة لا يتفق مع الآيات المحكمات يكون فهما خاطئاً هناك خطأ في الآية الخطأ في فهمنا نحن لهذه الآية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن هذا فإذا كانت الآيات القرآنية المحكمة هي حكم على الآيات المتشابهة فهي أيضاً حكم على أحاديث النبي أو ما ينسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث فنعرض الحديث على الآيات المحكمات في القرآن الكريم إذا اتفقت وصارت معها وليس هناك تعارض وأمكن هذا إذن هو حديث صحيح يمكن أن يكون صادراً من النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا حدث تعارض فهناك موقف آخر يجب أن نحاول فهم هذا الحديث بإمعاني النظر فيه والنظر في كلماته ومعانيها المتعددة أو من هذا الوج أو من ذاك الوج إلى أن نصل إلى أن يكون هناك توافق بين الحديث والآيات المعنى الذي يتوافق مع الآيات المحكمة يكون هو المعنى الصحيح للحديث ويعتبر الحديث صحيحاً من هذه الناحية أما إذا لم نتمكن إذن لا يمكن أن يكون هذا الحديث صحيح أو هذا الفهم صحيح ولا يمكن أن يعمل به على هذا المنوان ثم يقول سيدنا الإمام المهدي والمسيح المعود إذا النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن حياً إنساناً على هيئة القرآن هذا الإنسان لا يمكن أن ينطق إلا بالحكمة وبشخصية سابتة لا تتبدل ولا تتغير فإذا صدر أو نسب إليه حديثان متعارضان وقيل هذان الحديثان صحيحان كيف يمكن هذا كيف يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يصدر عنه قولين مختلفين وهو نفس القائل هذا لا يجوز إذن يجب أن نعيد النظر في الحديثين ونحاول أيضاً بنفس الطريقة فهمهما بالتأمل والتدبر والتفكير العميق ليس بالأخذ بالظاهر أو بسطحية الكلمات فإذا أمكن التوفيق بينهما كان هذا هو المعنى الصحيح وبالطريقة دي لم يعد هناك تعارض بين الحديثين إذا لم نستطع إزالة التعارض بأي طريقة صحيحة إذن لا يمكن أن يعتبر هذا الحديث المتعارض صحيحاً قد يكون أحد الرواه وضعه أو أخطأ في الرواية أو حرف في فهمه على أي حال لا يمكن أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولان متعارضان أيضاً يقول حضرته أن الطبيعة البشرية فيها النسيان وفيها السهو الأحداث التي انقضت منذ عشر أو عشرين سنة لو رواها بعض الناس فلابد أن يختلفوا في هذه الرواية هذا في عصرنا المحاضر ربما ألقي خطبة فبعد عشر عشر سنة الذين كانوا في بريطانيا يقولوا كان الموضوع كذا بينما الذين في ألمانيا يقولوا نحن سمعنا كذا هذه طبيعة البشرية ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك القرآن لهذا الضعف البشري وإنما أمر بكتابته وتحريره على يده ولذلك ليس هناك اختلاف في القرآن وحتى لا يختلط القرآن بالحديث لم يأمر حضرته بكتابة الأحاديث ولذلك حدث فيها هذا النسيان ولكن لا بأس هذا النسيان علاجه هذه القواعد لأن ما دام عندنا القرآن وما دام القرآن فيه الآيات المحكمات التي لم يطرع علي أي تحويل أو تغير إذن لا نخاف من هذه الأحاديث نعرضها على القرآن فإذا اتفقت أو أمكننا أن نجعلها تتفق في فهمنا فهي أحاديث صحيحة وإلا فلا معنى لها يقول حضرته هناك نقطة رابعة وهي على درجة كبيرة من الأهمية أن الحديث لا يمكن أن يكون حكما على القرآن ولكن القرآن هو الحكم على القرآن وعلى الحديث الآيات المحكمات حكم على الآيات المتشبهات والآيات المحكمات حكم على كل ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما أن سنة النبي وأعماله وأخلاقه كأنها الشمس المضيئة المعروفة التي ليس فيها تعارض وعلى ضوء سنته وأخلاقه وما عرف عنه لأنه هو القرآن الحي يمكن أن يحكم على الحديث هل هو يجوز أن يصدر منه أم لا يجوز أعتقد بهذه الطريقة لم يعد عندنا مشكلة في هل هذا الحديث ضعيف أو هذا الحديث موضوع أو هذا الحديث صحيح لأن القرآن في يدنا وننظر منه على الحديث فنستطيع الوصول إلى الحقيقة نعم 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 ج Street سابڑه ثلاث arguing هذه الم zelf هذه المشكلة سوكون not literally but metaphorically get into this point now if it is taken as literally then people distort the message there is no fault of the hadeesh the cadeev is sahih but the understanding is not sahih that also creates complications and contradictions sometimes فيما يوجد حديث في حديث في حدث الرسول عليه السلام سالواله وعلى سلم يرسل الى المسكة ويجرد في حديث تذكر في حديث؟ نعم الإسراء 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 تذكر في حديث ولكن هناك محلوظة في حديث أكثر You see, the whole Temple of Solomon was in rebels and ruins. And in fact it had become a place where people through their refuse and all the city used as a dumping house. But Rasul Fayad Salam saw a mosque and that was Masjidологim. The Holy Quran mentions it. من المسجد الحرام إلى المسجد عقصة هذا ليس فقط في الحديث ولكن في القرآن إذا كانت القرآن والحديث مختلفة لذلك سيكون هناك كثيراً كل المسلمين تعلمين والمسلمين أيضاً يجب أن يعرف وفضل خلال الخلال وفضل جهدت بمقرآن ومن المسجد عقصة هذه المسجد في تصفتح ومسجد في تصفتح ومسجد عقصة so the meaning here should be understood and then there will be no contradiction left Aqsa means far off place and you can only understand the word Aqsa in relation to what happened there all the souls of the all the prophets had gathered who said their prayer behind us if they were dead prophets and they were dead prophets how could they return bodily and physically to that mosque which was non-existent and according to some traditions there were hundred and twenty-four thousand prophets of Allah so was that mosque even which was built later on capable of having all these prophets together so Aqsa means far off it means either a mosque which will be built in future among Aqreen so that is why it's called Aqsa where is a Rasulullah Uqqitat where the representative of Hazrat Muhammad ﷺ would lead people from all nations and all the prophets of Allah who have left some followers behind will follow that perfect slave of Hazrat Muhammad ﷺ representing him then the prophecy of the Quran will be fulfilled then that Aqsa will be created where practically people from all the followers of all the prophets of all religions will be gathered under one flag they use her word of dini kullahi so if you read the Quran and interrelate the Quranic verses and know the history and apply the words of the Quran to historical facts which are undeniable if you know the deeper sense of Quranic texture Quranic text and relate a hadith to those texts in that underlying sense things not only begin to begin understandable they become so beautiful then everything becomes understandable and then later on they are proved to be right obviously you know this was a prophecy a prophecy, a great prophecy that O Prophet of Allah all prophets are going to follow you this is the meaning you are leading them souls do not return to earth and they do not take the form of human beings you know walking about they already had become souls and they were with Allah this is the verse verdict of the Quran so that Masjid Aqsa could not be a material Masjid Aqsa and there was no Masjid Aqsa as such a similar example is that of Manaratu al-Masih Al-Manaratu al-Bayza in the Dimash Sharqiyya Dimash there was no Manaratu al-Bayza Sharqiyya Dimash at the time when Muhammad Rasulullah S.A.W. was saying this Dimash was not yet conquered it had not become Muslim there were all Christians there or others so that Manara had to be some other symbol of something and people still insist that there has to be some the Manara the Sharqiyya Dimash where he will descend and there are other traditions which speak of the Manara being ladderless no staircase for that Manara so there are traditions which say that Malvis or people when they see Jesus Christ descend on that Manara they would run for the ladders and provide those ladders for Jesus Christ to get down from if you take all these things literally where would be the sense left imagine Jesus Christ descending from fourth heaven without hurting himself we need ladders now yes fourth heaven he descended whole and solemn and was then put on the Manara for where he couldn't reach the earth they do not understand because they do not contemplate the meaning they think these are the words of some man like them themselves they are words of Allah and the words of the holy prophet because as I said مَا يَنْتَ خُوَنِ الْحَوَى they do it from different places where the light can spread so whenever a messenger of Allah comes whenever somebody from God comes he appears from high on on high and if people have eyes and vision they can recognize him and benefit from him but people also have to do something if they do not apply the ladders of their attitude and acceptance he will remain as far away he will be as good on the minaret hanging on the minaret as he was in the heavens they will not be able to benefit from him so you have to apply the ladders of your attitude accept him say come like they say you are on our eyes in Urdu to the guest whom you most welcome they say you walk on our eyes our eyes are spread on the path this is the meaning of that hadith when he comes God will send him but still you will not be able to benefit from him he will be as far away as he was you have to do something you have to reach him and make him come to your descend to your hearts so if you interpret this hadith there is nothing illogical left in that that is what I mean hadith muslim a.s.w. not only demonstrated this now claimed this to be the only right way of treating a hadith with apparent contradictions between themselves between the history acceptable history to the whole mankind then don't reject them as meaningless hadith delve deeper and you will find a wealth of treasure a treasure of meaning so this is the example you get to explain yes I just want to give a remark there is a big alim Mullah called Abu Raya in Egypt and he wrote a book 30-40 years ago and all the ulama were against him he criticized al-Bukhari and all these books and said that the hadith is full of nonsense and he gave examples some of them are these hadiths he said and how this is coming from heaven this is how this is to be hadith related because he did not look this that is it that is what M.S. did for Islam great favor instead of turning people to atheism those who thought and who can think these explanations brought them back to Islam with such great power and force that the whole belief in Islam and Muhammad was revived I'll give another example of that after this is finished we can tell you to remind him the secret of the الموضوع وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو الآيات القرآنية التي تتحدث عن أحداث سوف تقع في المستقبل الناس يأخذون هذه الأحداث حرفيا يريدونها أن تقع بالطريقة الحرفية في حين أنها مسكورة في القرآن أو في الأحاديث بالطريقة المجازية لأن هذه أمور غيبية والغيبيات لا بد أن تكون على صورة المجاز حتى يتفهمها الإنسان هذه الأمور جعلت الناس فرقتين الفرقة الأولى التي تصر على أغذاء حرفيا فيصل إلى معلومات ومفاهيم خاطئة لا تجعل القرآن والحديث يقول أشياء غير معقولة وقسم آخر رأى ذلك فقال هذا كله يكون غير صحيح الموقف الوسط هو الذي وقفه سيدنا الإمام المهدي والمسيح المعود في أن ننظر في هذه الأشياء ونحاول فهمها فإذا فما فهمناها أزلنا هذا الموقف وهذا الموقف وصار الحديث صحيحا والمفهوم من الآية صحيح ووصلنا إلى معلومات تبين جمال الآية وجمال الحديث وضرب حضرته مثالا لذلك عن الحديث الخاص بالإسراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس والقرآن يقول سبحانه الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فالنبي هناك رأى المسجد الأقصى يقول حضرته أي مسجد الأقصى وصلى هناك وصلى وراءه الأنبياء جميعا مع العلم بأن هؤلاء الأنبياء تبقى للقرآن أن الله أرسل في كل أمة النذير وفي كل أمة النبي وهناك حديث يقول أن عدد الأنبياء يبلغ 144 ألف نبي فلو حضروا هؤلاء أين بأجسامهم كما يقولون كيف أين المكان الذي يسع هؤلاء ويصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم علما بأنه لم يكن هناك مسجد في ذلك الوقت وإذا كان هناك معبد سليمان معبد سليمان لم يكن موجودا في ذلك الوقت كان خرابا وكان يلقى فيه بالنفايات والقاذورات لم يكن مجدا إذن لا بد أن يفهم حتى المسجد الأقصى الذي بني بعد ذلك وسمي المسجد الأقصى هذا بعد أن فتح سيدنا عمر هذه المنطقة وجاء عبد الملك ابن سليمان وبني المسجد الأقصى وسمه هو المسجد الأقصى الله لم يسميه المسجد الأقصى إذن يجب أن تفهم هذه الأمور بمنظار آخر يقول أمير وأمينين أن هذا عبارات مجازية رمزية تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في شكل أو آخر سوف يأم كل الأنبياء بمعنى الأنبياء لن يأتوا مرة أخرى الأنبياء قد ماتوا وأرواحهم عند الله هذه الأرواح لا يمكن أن تتخذ أجساد وتعود مرة أخرى لتصلي وراء النبي ويأتون من السماوات هذه الأشياء تخالف السنة الإلهية التي نعرفها ولكن هي تعني أنه في وقت من المستقبل سوف تصل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أطراف الأرض وأنه في الزمن الأخير سوف يكون هناك ممثل للنبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا الممثل سوف تجتمع على يده كل أدباع الأنبياء الآخرين وبهذه الطريقة تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع ممثل الأنبياء جميعا وهذا هو ما حدث عندما جاء سيدنا الإمام المهدي والمسيح المعود ممثلا للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل في جماعته من كل الأديان الأديان التي نعرفها والتي لا نعرفها وكلهم آمنوا بالرسالة الإسلامية الرسالة المحمدية وكلهم كانوا تابعين للنبي صلى الله عليه وسلم يصلون وراء من يمثله بهذه الطريقة يمكن أن تفهم هذه الإشارة في الآية وهذه الإشارة في الحديث التي تنبئ عن أخبار عظيمة وبشرى رائعة للنبي وللأمة الإسلامية أن الإسلام سوف ينتشر وأن أدباع الأنبياء المختلفة سوف يكونون تابعين لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإلا لكانت هناك تعارض خطير في الأحداث التاريخية التي لا يمكن أن ننكرها ولا أن نهملها هناك مثال آخر هناك حديث عن مجيء المسيح الموعود من أنه ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في ذلك الوقت عندما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهذا الحديث أين كانت هذه المنارة هل هناك منارة بيضاء هذا البلد لم يكن يعرف الإسلام ولم يدخله المسلمون ولم يكن فيه منارات بيضاء ينزل عندها المسيح ثم يقولون أن هذه المنارة ليست فيها سلالم فإذا نزل المسيح ويراه رجال الدين يهرعون إليه بالسلالم حتى ينزل عليه يقول أمين ومين يأتي من السماء الرابعة ويصل إلى هذه المنارة ثم هذه المسافة القصيرة لا يستطيع أن ينزل الذين أنزلوه من هناك ينزلوه إلى الأرض لا يحتاج إلى عون من لكن هذه هي الطريقة التي يفكرون بها يجب يقول بمناسبة هذه السلالم لماذا لا تستخدموا سلالم عقولكم حتى تتفهموا هذه الأمور ما هي المنارة وقلوبكم نعم وقلوبكم أيضا لماذا لا تفعلوا كما يفعل الصالحون عندما يأتيهم شخص مأبور من الله لماذا لا يفتحوا قلوبهم له ويقولوا تفضل على عيننا ورأسنا ثم يستمع إليه بإقبال وبعقل مفتوح فإنهم عندئذ يستطيعون فهم هذه الأمور يقول أمين المنارة والبيضاء المعنى بيضاء هذه إشارة إلى الحق والصواب والمنارة تعني السمو وهذا كل من يأتي من عند الله لا بد أن يكون آتيا من علو لا بد أن يأتي من سمو وأن يكون معروفا بالحق لو أن عيونهم تأملت ونظرت فإنهم يستطيعون أن يروا هذه المنارة ويروا هذا الحق حيث جاء أما إذا أخذنا المنارة أن تكون هناك بناية شرقية دمشق ولا بد أن يرابط عندها الشيوخ ليراقب هذا الذي ينزل من السماء عند المنارة فلا بد أن يصلوا إلى مفاهيم خاطئة هناك من يكذب هذه الأحاديث يقول هذا كلام فارق وهناك من يأخذها حرفيا ولا يصل إلى شيء وإنما يضل ولن يجد نتيجة لذلك الطريقة الصحيحة هي التي بيّنها لنا أمي المؤمنين والتي أخبرنا بها وعلمنا إياها سيدنا الإمام المهدي والمسيح المعود عليه السلام one example came to light once when has a Khalifat al-Masih awal who was Hakeem Nuruddin then was not yet Khalifat al-Masih awal he was traveling in a train and somebody was suited voted in a well-to-do person he already where he was sitting there and he found was later on discovered to be a nawab you know a prince of a stately family so he sat just opposite to him and this man when he looked at her Khalifat al-Masih awal looking like a Malvi he turned with lovefulness loving aversion the hatred was so clearly written on his face he just turned his mula how Khalifat al-Masih awal of course he realized it very mildly and politely and humbly he said have I offended you in any way I didn't mean to please why have you turned away why do you hate me so much the way he approached you know he appealed to him and he turned back and said look here I'll tell you I hate you are a mula obviously I hate all mulas why what have they done to you he said I'll tell you my story and then you realize what they had done to me said I was a son of a great prince and my father was very religious he insisted that despite my being educated in in a convent school you know all the best Christian education which is available he said you must also go to the mosque and learn religion from the mula so in obedience to my father I did did so there he said one morning a mula told us that do you know the source of river Nile where it is where does it come from so I said he said something you know he didn't know of course some from someday some mountains said you don't know stupid boy it is coming from the moon you see when you look at the moon there's some mountainous you know regions you know vaguely appearing they are the mountains of moon and from the moon mountain the river Nile is descending he had some common sense and he was educated in a Christian modern school he said Molly side what do you mean what is this trash is coming from moon this the radio says yes Rasulullah said it and if you say no I'll kick you out your coffee and run away and never enter this mosque again since I ran away from the mosque never to enter any mosque afterwards I reacted so powerfully that I became a Christian and remained a Christian till I grew old not old but young quite some to adult age one day he said I was reading a book written by a a Christian priest who had traveled East Africa and he was writing his experiences of East Africa and interesting things we discovered incidentally it is not incidental because it was designed by Allah but he said incidentally this priest discovered that the source of Nile is in Uganda in the southern part of Uganda and the the mountain which is where it comes from is a judge of room with which one is the double come on the gibi of javul combate a devil look on her devil look on man mountain of the moon so when he read jealous of certain fear II κο这辰iji said what have i done this this that these should have led me to a من المترجم من النهائم المترجم من المترجم لأنني حظيっと من أني رفع منه محلول وأخذت حدث أنت لماذا أعيوز هذا ، لماذا قد نجت عنه محلول ويكي إن كيفية مقارباء التي على المترجم لارسنان أجل وترجم ومسلم ونحن حين من ذلك الكلام سو what the name of that mountain he said a in modeled me a christian and a christian made me a muslim ever since I vowed never to set my eyes on mullahs he spoke to him and this man became a very devout emily لأنه يجب أن أمير المؤمنين كيف أن هؤلاء الشيوخ أو المولات أو رجال الدين الذين يتمسكون بظاهر الكلمات ويأخذونها حرفيا دون تدبر ودون وعي كيف يظلمون الحديث وكيف يظلمون النبي صلى الله عليه وسلم يقول حضرته أن الذي يفهم هذه الأمور الدقيقة هو الذي يعلمه الله فيستطيع أن يعرف كلمات من علمه الله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى وإنما يتكلم بتوجيه ووحي من الله الذي يفهم كلمات حق الفهم هم أولئك الذين يعلمهم الله يقول حضرته أن سيدنا الحكيم نور الدين الذي صار الخليفة الأول للإمام المهدي والمسيح المعود في يوم من الأيام كان يركب قطارا وتصادف أن جلس أمام شخص يبدو عليه من مظهره أنه إنسان صاحب منصب له وجاهته وهذا الشخص كان نواب أو بلغتهم أمير أو من طبقة الحكام هذا الرجل عندما شاهد سيدنا نور الدين وهو يلبس زيا يشبه زي المولويين فأشاح الرجل بوجهه بطريقة توحي بالشمئزاز والقرف والضيق الشديد من وجود هذا الرجل أمامه لاحظ سيدنا نور الدين هذا وسأله بأدب وتواضع هل أنا ضايقتك في شيء أنا لا أقصد ذلك إذا كنت ضايقتك فأسمح لي فهذه الأسلوب المؤدب أعجب الرجل وألان قلبه فقال له أنت مولوي قال وماذا لديك ضد المولويين هل فعلوا معك شيئا قال أنا أحكي لك وأنت تحكم ثم روى هذا الرجل قصته قال عندما كنت شابا طبعا أرسلني أبي إلى المدارس الرسمية التي يديرها المسيحيون في الإرساليات وهي مدارس تعطي المواد العلمية العالية إلى جانب أمور أخرى ولكن أباه وهو كان حاكما متدينا قال يجب أن تذهب أيضا إلى المسجد وتتعلم على يد الملة الشيخ الموجود في المسجد ثم قال فأطعت والدي وذهبت لأتلقى عنه العلم الديني وفي إحدى المرات سألني هذا المولوي وقال هل تعرف من أين ينبع نهر النيل نهر النيل الذي عندنا في مصر فأجابه إجابة يبدو أنها لم تعجبه قال لا لا ليس هكذا قال من أين ينبع قال إنه ينبع من القمر انظر إلى القمر ألا ترى فيه هذه الخطوط التي تشبه الجبال هذه هي الجبال التي ينبع منها النيل هذا الشاب على قسط كبير من العلوم الجغرافية ويعرف أن هذه الأمور غير صحيحة فقال ما هذا الهراء الذي تقوله قال اوعى إياك أن تقول ذلك هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن النيل ينبع من جبل القمر أو من جبل القمر فإذا رفضت ذلك فأترك أن تكون كافرا إذا أنكرت هذا الشيء يقول أنه هرب وترك المجد ولم يعد إليه مرة ثانية ثم بعد ذلك تصادف أن تقابل مع أحد درس في النيل هو نعم يقول أمين موين أن هذا ترك هذا الموضوع ودخل المسيحية أو اعتنق المسيحية حيث كان يتعلم على يدهم ولكن المدرس وكان قسيسا المدرس الذي يعلمه الجغرافية في ذلك الوقت لا لا يصحح أمير مومين أن ليس المعلم الذي علمه ذلك وإنما هو قرأ كتابا صدر في ذلك الوقت وهذا الكتاب يقول أن أحد المكتشفين المسيحيين القصص الذي اكتشف منابع النيل قال إن النيل ينبع من أغندا من مجموعة البحيرات الموجودة في أغندا أنا لا أذكر الأسماء لكن أنا أعرف أسماء هؤلاء كانت هناك حملات متتالية لاكتشاف منابع النيل وكان فيها أحد القصص ولعله هو الذي نشر هذا الكتاب وثبت بالدليل المادي بالمشاهدة أن النيل ينبع من هناك وقال هذا الرجل أن النيل ينبع من جبال أعلى هذه الجبال يسمى جبال القمر فلما قرأ هذا قال سبحان الله من جبال القمر إذن هذا ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل الغبي أخرجني عن طريقي فعدت مرة أخرى للإسلام وقلت لا يمكن أن أظلم النبي صلى الله عليه وسلم بما يقول أمثال هؤلاء الناس ولا يمكن أن أسألهم عن هذه المعاني مرة أخرى لقد أخرجني من الإسلام أحد الشيوخ وأعادني إلى الإسلام أحد القساوسات ذلك لأنهم يريدون فهم هذه الأمور فهما بحرفية الكلام كيف ينبع النيل من القمر وما العلاقة بين القمر وبين الأرض إذا كان هناك حديث نبوي يقول ذلك فلابد أن نفهمه لا أن نأخذه بهذه الطريقة نعم ما هيطقية نعم ما هيطقية LELD نعم ما هيطقية هل فضل هذه صحيح حذيث في ذرة بدأت منشامل منشامل لكنهم لاتي هي كتابا اس من سي مشغلات فضل إقلت منشامل من بحقي لكن هذا ليس لديها مثال لفضل أعجب في فيه الجال معلوم بلتهم منشامل مستدفل تحогодين تحاني يا جال وهذه الشاشة الم stroكيطته في سلت which the Jarl will ride. There will be a moon. And there would be a distance between the two years would be 70 bah which is 105 yards. And many Ahadis speak of his long strides and fast movement announcement about his departure and he will announce that he is about to so come whoever wants to sit in. And so Seer Dure Mansoor has mentioned this. Kandula Maal has mentioned this and so on. So we have got a collection of Ahadis which revolve round Ahadis-e-Shahiyya and speak of the detail of the same thing. All together when you consider the Jarl and his his donkey both are mentioned definitely as such in Ahadis-e-Shahiyya. Some details are given there some are not. But I am drawing your attention to some of the details found in Ahadis related to the Jarl. How would the Mullah interpret them? One Ahadis says there will be a moon on the forehead and the other Ahadis says the distance between his two years will be 105 yards. So would they have us believe that according to of Ahadis-e-Shahiyya moon was only that short that within the span of his forehead the moon would 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 set in and would be fixed there. And again he would eat fire and the donkey would be so broad and so long and big huge thing and people will enter his belly from the sides and inside will be lighted. All these are various Ahadis regarding the Jarl because he will be he will be the donkey of the Jarl. You recognize the rider from the mount he rides. That is the style of Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. So there are other very interesting things this donkey will be able to swim across oceans and will carry food loads like mountains from the Jarl to those people who would submit to his authority and accept him as their lord as their provider. Those who deny him food will not go towards even if they die of hunger and this donkey will not sink. First of all donkey only 105 now it's a small donkey you know 105 yards broad and some long how could he carry mountains of wheat and again the same donkey is told by Muhammad to be able to jump across the span of the earth one foot would be in the east and one foot would be in the west obviously it's a large huge jump taking off him from here and landing in the west all these things according to the mullahs are literal they would not permit us to read the message within they say you accept it as it is or you become kafir there is no third option so if this is their attitude they will turn the whole thinking world into kuffar and what would be left within the Islam non-thinking people poor Islam it will be filled with dunces and people like brains of donkeys and those who think they will have to leave Islam because of this mullahs foolish attitude not because of the Adis now Hazrat Mishim of Islam interpreted things and suddenly a huge wealth of meaning appeared which brought the thinking men even closer than before to Hazrat Muhammad and they bowed their heads to him as the greatest prophet of night Hazrat Mishim said it is a language a metaphor donkey is an animal which is used both for transport of heavy loads and for riding as well it stands half way between everything and it is a very tough animal but Hazrat Muhammad told you that this is not an animal I am talking about it is a machine which will be eating fire so all the modes of travel which are fire driven are mentioned in this metaphor of a donkey he said once you know the key then everything is resolved then when he says there will be manajil for his journeys he will stop at every different manajil and new passengers will get into that donkey and he will announce I am about to leave whoever wants to come come and sit and then it will leave and the journey will be so fast on land that a journey of months will be travelled in hours so when you hear the whistle of train and when you hear the announcement the train is ready to depart for Cairo or for this place or that place why don't you ever think of that great tradition of Muhammad you see the donkey of Dajjal which was invented by Dajjal and you recognize the Dajjal as well the reference to the donkey all the new modes of travel eat fire and they are referred to by the scientists as fire driven modes of travel fire driven machines they are fire driven and the same fire driven things are seen in the form of great ships like mountains like Dajbal the holy Quran itself says and they are all fire driven nowadays and they carry load of weeds by way of aid from America they used to carry you know to other poor people only those who accepted them as their lords not to others didn't they say the truth of Muhammad being reflected in every ship which was loaded with wheat traveling from the west to the east to the poor countries and then according to his explanation became clear we worked it out and we suddenly realized that the aeroplane was also mentioned in fact because there are two references number one this donkey would take off from the east and land in the west because one foot in the east second in the west meaning means this and also as Muhammad mentioned he will fly over the cloud line above the cloud line the planes take off and go above the cloud line and then start journeying fast and when you connect this with the holy quran suddenly appears before you and when you see sky any time in the morning or evening in the west you always see roads made by jets the two jets leaving beautiful roads behind so this is the Dajjal which is also mentioned in the holy quran and has been explained in hadith so that is the meaning of compromise and deep connection between quran and hadith and the great prophecy of Dajjal suddenly becomes understandable whoever invented these things that will be the Dajjal owner the master of these modes of travel and it would be through this fast mode of travel that it would conquer the whole world exactly what has happened and they still don't see what can we do about it please please يشير أمير المؤمنين إلى موضوع هام جدا أيضا في هذا الموضوع يقول أن هناك حديث أو أحاديث كثيرة تتناول موضوع الدجال منها ما هو في الكتب الصحيحة ومنها ما يدور حول هذه الأحاديث الصحيحة لم يذكر حديث كل صفات الدجال مرة واحدة وإنما بعض الأحاديث ذكرت هذه الصفة وأحاديث أخرى ذكرت هذه الصفة بحيث أن مجموعة هذه الأحاديث أعطانا صفات ومواصفات لهذا الدجال وما يدبع هذا الدجال على أي حال يتحدث أمير المبين عن شيء تابع للدجال وهو حمار الدجال يقول حضرته أن في هذه الأحاديث ورد الكثير عن هذا الحمار منها أن هناك قمر في جبهة هذا الحمار وحضور سأتكلم بعد هذا الحمار يركبه الدجال وهناك قمر على جبهته ترى كل الأحادي في الأحادي هؤلاء دجال 5 دجال وعلى ومن أذنين هذا الحمار مسافة سبعين ذراعا أو ما يعادل مئة وخمسة من اليردات وأن هذا الحمار خطواته سريعة وأنه يقطع مسافة شهر على الأرض في بضع ساعات وفي بعض الأحاديث يعلن هذا الحمار عن حركته أنه سيقوم ويدعو الركاب إلى دخوله ويدخلون في بطن هذا الحمار وفي أحاديث أخرى أن هذا الحمار يضع قدم أحد أرجله في الشرق والرجل الأخرى في الغرب ومن هذه الأحاديث أنه يخوض البحار ويحمل أطنانا قبالا من الغذاء والمواد الطعام والقمح وما إلى ذلك وأيضا هو يقفز قفزات بحيث يعبر فوق السحاب إن شاء الله سننجد هذا مجرد إن شاء الله إذن نستكمل هذا الموضوع الشيخ حول هذا الحمار غدا إن شاء الله إن شاء الله نستعود دعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا